موسيقى هذا البرنامج برعاية كيو ان بي السادة المشاهدون الأكارم أصعد الله أقاتكم بكل خير نشدد تحية لكم من هنا من العاصمة القطرية دوحة وندعوكم وكما جرت العادة الإسبوعية إلى حلقة جديدة من عين على قطر نستهلها وكما جرت العادة ما هذا الشديد الإخباري القصير بلغت تقديرات الدخل القومي الإجمالي لدولة قطر للربع الثالث من العام الماضي أكثر من 183 مليار ريال بزيادة قدرها 5% مقارنة بتقديرات الربع المماثلي من العام السابق ألغت شركة قطر للبترول وشركة شيل مشروع الكرعانة للبيترو كيمويات في مدينة رأس لفان الصناعية بقيمة 6 مليار و400 مليون دولار وقالت الشركتان في بيان مشترك أن الأسعار التي عرضتها الشركات لتشييد المجمع العملاق أظهرت عدم جدوى المشروع من الناحية الاقتصادية ولا سيما في ظل المناخ الاقتصادي السائد حاليا بقطاع الطاقة بلغ الاحتياطي المالي القطري في نوفمبر الماضي إلى 46 مليار ونصف المليار دولار أمريكي وتصدرت السندات وأذنات الخزينة الأجنبية قائمة الاحتياطات الدولية لقطر التي بلغت قيمتها حوالي 30 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي أتمت شركة بروى العقارية صفقة بيع قطعتي أرض فضاء في منطقة مسمير بمبلغ يزيد عن 5 مليار و300 مليون ريال قطري لصالح الشركة القطرية للتعمير واستصلاح الأراضي الفضاء واستلمت بروى كامل سعر البيع المتفق عليه نقدا والذي تم استخدام جزء منه لتمويل صفقة شراء 50% من حصة شركة لوسيل غولف على أن يتم تمويل المشروعات الأخرى قيد التطوير بلغت قيمة استحواذات شركة قطر للفترول الدولية نحو مليار و200 مليون دولار خلال العام 2014 من بينها 40% في مشاريع سانتريكا في مجال الغاز الطبيعي بكندا بقيمة 107 مليون جنيه استرليني نمت أصول صندوق الثروة السيادي لدولة قطر في العام 2014 بنسبة 50% كان من أفضل معدلات النمو على مستوى العالم من حيث معدلات النمو في الصندوق السيادية التي تزيد قيمة أصوله عن تريلونين وخمسمائة مليار دولار أمريكي الصندوق السيادي لدولة قطر ارتفعت حجم أصوله إلى 256 مليار دولار أمريكي الثقة الأكبر في هذا الصندوق هو في العاصمة بريطانية لندن تفاصيل هذا الاستثمار في سياق هذا التقرير توظيف الفوائض المالية المتأتية من القطع الهايدروكربوني في استثمارات خارج الحدود سياسة اقتصادية انتهجتها قطر منذ منتصف العقد الماضي بغرض تنويع مصادر الدخل المرتكز أسسا على صناعتين النفط والغاز وتوزيع الاستثمارات على قطاعات المال والصناعة والسياحة والعقار للتقليل من نسب المخطرة التي قد تصيب الأسواق بفعل التقلبات وذلك عبر صندوق سيادي ينشط في أكثر من 39 بلدا حول العالم وزادت أصوله بنسبة 50% في العام 2014 إلى 256 مليار دولار أمريكي هذا التراجع مش أول تراجع في أسعار النفط عندنا آليات معينة الدول تحول أموال للصناديق هذه بناء على المتوفر وما أعتقد أنه في مشكلة في قطر بالذاتة لما تكلم عن غيرنا لكن إن شاء الله الأمور تكون طيبة والجاز أيضا عنده برنامج استثماري خاص فيه وخطط طويلة المدى وبدون ما تدخل في تذبذ بأسعار النفط هذه المملكة المتحدة متزال الوجهة الرئيسية للاستثمارة القطرية خارجيا مستقطبة نحو 35 مليار دولار جاء آخرها الاستحواذ على بورج بانك HSBC بقيمة مليار وتسعمائة مليون دولار كما تعتزم ورفع عرضها للاستحواذ على سونج بيرد للعقارات المالكة لمعظم كانري وورف إلى مليارين ومائتي مليون جنيه استرليني بينما حلت فرنسا ثانية باستثمارات ناهزت 25 مليار دولار ثم ألمانيا بـ 20 مليار دولار وهي في طريقها للاستثمار بميناء ديرنيج ومحطتية غانوى أفشن في تركيا باستثمارات يبلغ حجمها 20 مليار دولار الصناديق الاستثمارية والسيادية التي وضعت لها خطة للأجيال القادمة وليس لمواجهة الأحداث السياسية الاقتصادية التي تحصل حاليا في المنطقة لأن الميزانيات توضع بناء على أسعار النفط وليس على الاستثمارات الخارجية التي تمت استثمارها من قبل هذه الصناديق السيادية فبالتالي اليوم الخفاض في أسعار النفط وعمل موازنات جديدة بناء على هذا الخفاض أما سيشكل عجز وبالتالي لا نجد استثمارها جديدة لهذه الصناديق أو سنجد هناك فواضح سيتم استثمارها وبحسب سويف انستيتيوت فقد حل الصندوق السيادي القطري في المرتبة التاسعة عالميا من حيث الأصول خلف صناديق النرويج وأبوظبي وسعودية غير أن أرقاما تشير إلى مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي ما تزال غائبا على الرغم من الدور الذي يلعبه كصمام أمان مالي للدولة الخليجية التي تواجه تراجعا قويا في الإرادات النفطية بفعل تهوي أسعار الخام بأكثر من 55% وذلك لسد أي عدز مالي قد تواجهه موازنة الدولة في الأعوام المقبلة ملامح استراتيجية قطرية في الاستثمارات الخارجية من خلال تنويع القطاعات والأسواق بالاستثمار في إفريقيا وشرق أسيا وأمريكا الجنوبية وذلك بعدما اقتنصت الفرصة في القارة الأوروبية عندما كانت صناديق المال العالمية تعاني نقصا في السيولة وأوروبا غارقة في الديون صلاح الدين مقراني سي أم بي سي عربية الدوحة كما تبعنا وكما جاء في التقرير أعزائي المشاهدين الصندوق السيادي لدولة قطر يعتبر صمام الأمان للاقتصاد القطري وستطاع أن يقتنص فرص استثماري مهمة خاصة بعيد الأزم المالية العالمية وذلك بهدف تنويع مصادر الدخل للدولة حول ما جاء في هذا التقرير وأسئل أخرى تتعلق بعمل الصندوق السيادي وعلاقته مع القطاع المصرفي أتوجه بالسؤال والترحيب أيضا لأساس قاسم محمد قاسم ما هو الخبير المصرفي والمالي ورئيس تنفيذي لشركة المستشارون المؤترفون أرحب بك سيدي الصندوق السيادي سطاع أن يسجل معدلات نموه هي الأفضل في العالم في العام 2014 نسبة نموه في الأصول إلى 50% كيف تنظر إلى عمل هذا الصندوق السيادي وكيف سطاع أن يوظف مدخراته ونتائجه المالية في خدمة الاقتصاد المحلي بالطبع كبلد ربنا سبحانه وتعالى أحباها بهذه الموارد والوفورات النقدية أمر طبيعي جدا أن يوجه جزء كبير من هذه الموارد للإنفاق على التنمية في قطر سواء التنمية الاجتماعية أو الاقتصادية أو البشرية فمن هنا اهتمت قطر في تأسيس أساليب مؤسسية للنظر في مشاريع الاستثمار المختلفة سواء كانت قطر هولدينج شركة قطر قابضة أو قطر إمباسمنت أوتاريتي أو غيرها هذا على الجانب العام القطاع العام وعلى جانب القطاع الخاص نعلم طبعا أن الرجل الأعمال القطري القطاع الخاص القطري يكتسب خبرات كبيرة جدا وذكي بالنظر إلى ما يقدم له بالإضافة إلى طموحاته المعقولين خلال السنوات العشر من عمر الصندوق السيادة لدولة قطر استطعت أن تحقق فوائد مالية جيدة قطر هل كانت تستثمر في اسمها عالميا أم كانت بالفعل تستثمر اقتصاديا وتوظيف هذا الاستثمار في خدمة الاقتصاد المحلي؟ قطر صاعدت من استثماراتها بشكل نوعي بدءا من 2008-2009 وتوسعت منذ ذلك التاريخ كلنا نعلم أن الأزمة الاقتصادية في ذلك الوقت وفرت فرص نادرة للمستثمر ذو الإمكانيات والقادر على تحليل مخاطر تلك الفترة وبالتالي أرى أن لدى قطر من الاستثمارات الآن التي اشتريت بأسعار مناسبة جدا جدا والآن رغم بوادر عدم استقرار اقتصادي في العالم لا زالت دات قيمة كبيرة جدا وتعطي من الدخل ما يبرر المحافظة عليها إلى أن تصل إلى الكتلة الحرجية أو السعر الحرج الذي يقتضي فيه الخروج من هذا الاستثمار بحثا عن استثمارات أخرى لكن على المقلب الآخر من الصورة قطر تعتمد اقتصاد الحر وبالتالي كما هي ذهبت إلى خارج الحدود هل هي حدودها مفتوحة للإستثمار الأجنبي وتوظيف هذا الاستثمار في خدمة الاقتصاد؟ استثمارات العالمية في الحقيقة هي لا تعرف حدود الذي يحدها سلامة المنطقة المتوجهة لها وسلامة مفردات الاستثمار التي يضع فيها هذا المال دول مثل قطر دول تسعى إلى تنمية مجتمعاتها هي تهدف من استقبال الاستثمارات الخارجية إلى أن تستفيد مما تجلب هذه الاستثمارات معها من خبرات نجد أن هناك استثمارات في مجال النفط والطاقة كلها خبرات فنية واقتصادية كبيرة جدا الاستثمار في مجال الإنشاءات والمقاولات الاستثمار في مجال النقل عندك مشروع مثل مشروع الريل المشروع سكيك حديد قطر مشروع طموحي جدا رأى أنه سيجلب معه فرص تنمية اقتصادية واعدي خصوصا للمهتمين بتنوية مشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنشاء الصناعات التي تتخدم مثل هذا القطاع القطاع المصرفي في قطر يتمتع بملائها جيدة معظم البنوك حققت معايير بازل ثلاثة ولكن ماذا عن قضية إدارة السولة وإدارة النقد في الدولة البنك المركزي يقتطع نحو أربعة مليارات بيئة شهرية من البنوك ويصدرها يعود إنتاجها على شكل سندات وأذنات خزينة هل لأنه الاقتصاد القطري لا يستطيع استيعاب كل هذا الكم من السولة أم أنه لا الحكومة القطري لها وجهة نظر في إدارة السولة يعني إدارة القطاع المصرفي في أي بلد يغضى لكثير من القواعد التي الجهات الرقابية بتفرضها والهدف منها يعني سلامة الاقتصاد الوطني اثنين سلامة مدخرات المواطنين في ذلك البلد وبالتالي فليست البنوك حرة أو لها مطلق الحرية في أن تقرر كيف تستثمر كل الأموال المتاحة لها ومن ضمن الأمور التي تتحكم في الرقابة على هذا الموضوع التحكم في أسعار الفائدة التحكم في نسبة سيولة وضع سقوف للقطاعات التي تستطيع هذه البنوك أن تمولها صحيح تجد من يقول يا أخي أنا لدي عمارة يعني تحتاج إلى تمويل بـ 500 مليون أو 600 مليون والبنك امتنع بينما البنك عنده سيولي وكل القطاع المصرفي عنده سيولي طبعا المصرف المركزي مسؤوليته أن يحدد السقوف للمعايير والأسباب التي ذكرتها وإدارة المخاطر بصورة متحفظة بعكس ذلك السيولي الموجودة تستطيع أن تغطي الطلب المحلي على هذه السيولية ولكن ما كل ما يتمنى المرور يدركه هناك قواعد تنظيمية ورقابية يجب أن ترعى الآن وبعد تراجع أسعار الخام بنحو 60% وقطر تمول موازنتها أساسا من قطاع الهايدرو كربون ما هي قرأتك ونظرتك للقطاع المصرفي في قطر خلال عام 2015؟ قد أكون مخطئ ولكن أتوقع بعض التراجع في حجم نشاط القطاع المصرفي في قطر وأعتقد أن القطاع المصرفي والجهات الرقابية حصيفة بدرجة كافية أن تحتاط للتراجعات المتوقعة والغير متوقعة الناتجة عن تراجع إرادات النفط لكن مدخل سريع جدا هنا أن قطر بصفة عامة الجزء الرئيسي من إراداتها يأتي من قطاع الغاز وهو أقل تأثرا من باقي الدول أشكرك الأستاذ قاسم محمد قاسم وأنت الخبير الماري والمصرفي والرئيس تنفيذي لشركة المستشارون المؤترفون كنت معنا في سين بيسي عربية عزيزي المشاهدين ما زلنا معكم في هذه المتابعة لفقرات حلقة عين على قطر لا تبتعدوا كثيرا ابقوا معنا مرحبا بكم من جديد أعزائي المشاهدين ومتابعة لفقرات حلقة عين على قطر قطر هذه الأيام تعد العدة وتتهيأ وتستعد لاستقبال الدورة الخامسة لانتخابات المجلس البلدي في العام 2015 استعدادات على مستوى وزارة الداخلية لإعداد تحييئة المقار الانتخابية وتسجيل قيد الناخبين حول هذه العملية والإجراءات المتعلقة بها التقت سين بيسي عربية العقيد عبد الرحمن أصليتي وهو مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي في وزارة الداخلية فماذا تحدث عن هذه الاستدادات؟ طبعا نحن في الدورة الخامسة لانتخابات المجلس البلدي المركزي حقا بدأت وزارة الداخلية بشكل مبكر في التحذيرات لهذه الانتخابات نحن بدأنا من عام تقريبا من بداية 2014 في عادة تحديد الدوار الانتخابية لـ 29 وانجزناها والحمد لله وصدر قرار فيها في شهر 6-2014 وبعدين توالت التحذيرات بتشكل اللجنة الاشرافية واللجان التنفيذية المعنية بتنفيذ الدورة الخامسة وكذلك تشكيل اللجان المعنية بالقيد الناخبين والطعون والتظلمات ولجان الانتخابات فكانت طول هذه الفترة العامة السابق كان كلها تحذيرات لوزارة الداخلية هنا أسأل سيادة العقيدة عن الإجراءات والعملية التنفيذية فيما يتعلق بإجراءات قيد الناخبين ماذا عن الشروط؟ ماذا عن الآليات؟ كيف يتم هذا الأمر ليصبح المقترع وجهز للقيام بواجبه الانتخابي؟ حقيقة مرحلة قيد الناخبين هنا مقسمين العملية الانتخابية إلى ثلاث مراحل المرحلة الأولى وهي مرحلة قيد المواطنين في جداول الناخبين طبعاً هذه إجراءاتها سهلة جداً بالنسبة للمواطن ما عليها إلا أن يحضر بطاقته الشخصية وعنوان سكنه ورقم الشارع والمنطقة ويعبي الاستمارة الموجودة في الدائرة هذا أكثر شيء مطلوب منه وما تستغرق أكثر أو أقل من دقيقة وكذلك بإمكان المواطنين تسجيل قيدهم من خلال هواتفهم النقالة عن طريق خدمة أسمى خدمة مطراش 2 أو مطراش 2 بإمكان أي مواطن أن يسجل من خلال جزاء الهاتف من يحق لهم المشاركة في هذه الانتخابات؟ ما هي الشروط متوفرة فيهم؟ طبعاً قانون 17 المرسوم بقانون 17 سنة 1998 حدد الشروط الواجب توفرها في كل ناخد طبعاً ذكر أن لكل مواطن أو مواطنة إذا كان جنسيتها الأصلية قطري أو اكتسب الجنسية بشرط أن يكون مرضى عليها 15 سنة وأن يكون بلغ من العمر 18 سنة أن لا يكون قد سبق الحكم عليها بجريمة مخلة بالشرفة أو الأمانة ما لا يمكن يرد إلى الاعتبار كذلك الشرط الرابع أن يكون مقيم إقامة فعلية في الدائرة الانتخابية والشرط الخامس أن لا يكون من عاملين في الشرطة أو الجيش هذه الشروط لأين أي مواطن يحب أن يسجل كناخد وهنا أسأل لدينا مواطني قطريين تعلم أنه قطر يعني المواطن قطري متواجد في إبقاء العالم ماذا عن طريقة قيده في اللجان الانتخابية وكيف يمكن أن يمارس حقه الانتخابي خارج الدولة هو حقيقة يستطيع أي مواطن الآن خلال فترة القيد أن يقيد في هاتفه النقال حسب الفترة الممنوحة لقيد الناخبين ستكون آخر موعد سيكون خمسة اثنين لكن التصويت لو بد أن يحضر شخصيا والتصويت لأنه لازم حضوره شخصيا الآن سيادة العقيدة أسألك بعد أربع أو خمس دورات من ممارسة المواطن القطري لحقه الانتخابي كيف تقرأ هذه الممارسة الديمقراطية وإلى أي حد تكرس مفهوم أو الممارسة الديمقراطية لدى المواطن القطري الحمد لله نحن في الدورة الخامسة لا شك أن الوعي المواطن بالانتخابات وأهميتها بالنسبة والدورة فيها تزايد من مرحلة لمرحلة وأكثر يبين في النتائج القيد الناخبين وفي عملية التصويت وقبالهم على التصويت هذا نابع من إحساس المواطن بأهمية المجلس البلدي ودورة في خدمته وخدمة الدوائر الانتخابي البلدية اللي هو تابع لها هذا حقا يعني عزز عندنا كثير من الثقة أن نحن ماشيين في طريقنا المرسوم لنا نعم وطريق الصحيح وإن شاء الله نأمل أن تكون هذه الدورة المقيدين فيها والإقبال في التصويت أكثر من الدورات السابقة وهنا أسأل عن الإقبال المواطنين القطرين على القيد أسمائهم كيف شهدتها في الأيام الأولى من عمر هذه الحمل؟ حقيقة من خلال الإحصائيات اللي تردنا يوميا احنا وصلنا لحد أمس كان 11114 وهذا بخلاف اللي قيده عن طريق خدمة مطراش وصلوا ثالثة 700 وشيء هذه الأعداد الحمد لله يعني مطمئنة بالنسبة لنا وجدا يعني سعيدة أننا ممكن في آخر الفترة المحددة اللي هي 5-2 نكون قيدنا كثير من نحن من كثير من العدد اللي نأمله يعني في هذه الدورة الهلال الأحمر القطري كان له حقيقة يد بيضاء مؤخرا من خلال تقديم المساعدات للاجئين السوريين خاصة في الأردن واللبنان وتركيا من خلال مد يد العون تحت عنوان حملة شتاءهم دافئ تحدث عنها تفصيلا السيد المدير العام صالح المهندي لسي أم بي سي عربية وكانت أيضا مناسبة للحديث عن نشاط عمله الهلال الأحمر القطري في المرحلة المقبلة بما يخص الشتاء وحملة الشتاء الدافئ التي يقوم بها الهلال الأحمر فهي حملة مهمة جدا ونقوم بها سنويا يعني وهي من الحملات المستمرة نحن بدأنا حقيقة في توفير المواد الإغاثة قبل شهرين لكن كما تعلم الحاجة أكبر من أن تستطيع أي جهة في تغطيتها فنحن دائما يعني كل سنة نحاول الوصول الأكبر عدد ممكن من الناس والسنة عملنا الشتاء الدافئ طبعا للاجئين والنازحين السوريين وكذلك في فلسطين وكذلك في العراق ودول الجوار بالنسبة ما يخص الشتاء الدافئ وكما تعلم هذه الأيام في دولة قطر يوجد حملة مشتركة كبيرة ما يخص كذلك القلوب الرحيمة التي هي ولا القلوب الدافئة التي هي دورها في لغاثة خاصة بعد العاصفة الثلجية التي كانت خلال الفترة التي فاتت لحقيقة نتألم أن نرى الأخواننا في هذه الحالة وفي هذا البرد كذلك خلال هذه السنوات الأخيرة ربما كانت من أقصى السنوات من الجانب الإنساني في المقابل بوادر تواصل هذه الأزمات الإنسانية موجودة ألا ترى أنه من الضرورة وجود جهود ودعم استثنائي لتجاوز هذه المرحلة دولة قطر لم تقصر حقيقة في توفير الدعم ودعمنا كذلك في أن نقوم بتوصيل هذه المساعدات لهذه الأماكن فهذا كان حقيقة دفع كبير وهو مقام حقيقة في جعل الهلال الأحمر يأخذ دور رياد في هذه الناحية يعني أنك تصل إلى معظم الأماكن طبعا مع شركائنا في هذه الدول يعني كانت جمعيات هلال الأحمر أو صليب أحمر هي ساهمت كذلك في أن نكون نصل لهذه الأماكن بكل سهولة وللأكثر احتياجا لأن هذا دورنا الأساسي حقيقة ذكرت أنكم توجدتم في العديد من المناطق التي بها المشاكل والنزاعات لكن هذا لا يمنعنا من الحديث عن وجود بعض الأماكن فيها ما يسمى بالفراغ الإنساني كيف ترى هذا الواقع؟ هذا الجزء لا يتجزأ من عمل الهلال الأحمر لا هي الدمولوماسية الإنسانية والمتابعة تنفيذ اتفاقيات جنيف واتفاقيات أشبيلية وهذا دور أساسي للهلال الأحمر فأساسي كالدور الإغاثي يعني فنحن نعمل على صعيدين صعيد الإغاثة والوصول للمحتاجين وهذا يعني دور إنساني لأن الهلال الأحمر بعد وضع الاستراتيجياتنا طبعا نحن أهم عنصر عندنا هو عنصر الشخص المحتاج في إطار سعي المؤسسات والشركات لتطوير الأداء الوظيف لمنتسبيها شركة الدلالة القابضة تنهي هذا الأسبوع دورة تدريبية في مجال التحليل الفني لموظفيها طبعا هذه الدورات تأتي كما ذكرنا في سياق تطوير المهارات الفردية للموظفين وبالتالي توظيف هذه المهارات في خدمة النشاط والعمل في مجال الوساطة المالية التي تقوم في توقع حركة اتجاه الأسعار سواء كانت للمؤشر العام أو الأسهم ففي اعتقاد ما بدرت به شركة دلالة بغرض تطوير الموظفين وتعليم مسالب التحليل الفني هو بدرة طيبة استبقتها لشركة الوساطة مقارنة مع شركات الوساطة الوساطة الأخرى وهكذا أعزاء المشاهدين تكون حلقة تعين على قطر لهذه الأسبوع قد وصلت إلى آخر محطاتها في الأسبوع المقبل نلتقي إلى اللقاء هذا البرنامج برعاية Q&B ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر